ولا أحد ينظر إليه أول مبدأ من مبادئ أشانت أفاعل مع المشكلات أنه لازم تقتنع اقتناع كامل أنه حل المشكلة أسهل بكثير من تركها تتعقد هذا رقم واحد هكذا تقتنع بهذه القضية أنه أنا لما أبدأ أبادر وأحل المشكلة يعني هتكون أسهل من أني أتركها تتعقد ولذلك الناس أصناف المشاكل في صنف يتركها بدون حل يقول الزمن كفيل بها ما يعرف أنها قالت أكبر وفي صنف يتركها لبعض من الوقت ثم يحلها وفي صنف يبادر مباشرة إلى حلها في مهدها أنا أريدكم تكون الصنف الثالث الصنف الثالث هو أفضل الأصناف الثلاثة إنك تبادر باستمرار إلى حل المشكلة بسرعة كيف نتعامل معها سأقول لكم أولا السيطرة على الحالة النفسية بمعنى أي مشكلة تأتيكم ما أريدكم تكونوا يعني غضانين زعلانين انقلقين لا نوع من السيطرة على حالة نفسية بعد ذلك أريدكم تبذلوا ٢٠٪ في فهم المشكلة وثمانين في المية في حل المشكلة ٢٪ في فهم المشكلة و ٨٪ في حل المشكلة كيف يعني؟ الفاشل في الحياة دائما يكون جزء من المشكلة الناجح في الحياة دائما يكون جزء من الحل أنتوا تريدوا لما تحدث لكم مشكلة تكونوا جزء من الحل ولا جزء من المشكلة أنتوا لتقرروا طيب بعد ما أنا أبذل 20% في فهم المشكلة خلاص فهمتها وبدأت أركز في الحل مهم جدا أن أنت بتحل المشكلة لازم تضع لك على الأقل ثلاثة خيارات يعني أي مشكلة في الدنيا وأنت بتحلوها أرجو أنكم تعملوا ثلاثة خيارات نيكسون في قصة حياته وهو كالرئيس أسبق الولايات المتحدة الأمريكية يقول في قصة حياته تصبح الحياة مملة كئيبة إذن عدمت الخيارات أمامنا لذلك أعمل خيارات طب عملت خيارات في حل المشكلة إيش الخيارات اللي عملت والله بيني وبين واحد خصومة بس أنا أصالحه بيني وبين مدير مشكلة بس عايز أرطب وأروق الجو هل يترى هرسل له بسالة دقيقة هل يترى هوسط واحد بيني وبينه هل هرسله هدية هل هستنى أشوفه بيصلي في عية مسجد وأصلي معاه وأكلم بعد ما يخلص هل هروح له في المكتب بدون موعد بس أدخل عليه في وقت يكون كده مرتاح نفسيا إيش الخيارات اللي أمامكم من حل المشكلة لو قلتوني لا هي كده ما فيش حل معناها مخكم مقفل في اللحظة هذه معناها عندكم شيء غلط في اللحظة هذه استعينوا بأحد الناضجين طيب القاعدة اللي بعد كده في حل المشكلات نفذوا واحد من هذه الخيارات واحد من هذه الخيارات خدوه ونفذوه مباشرة هناك قاعدة من قواعد حل المشكلات في الحياة تقول اقتل الوحش وهو صغير